أَنَا لَمْ أَعُدْ أَسْحَا لِغَيْرِهِ أَنَا لَمْ أَعُدْ أَسْحَا لِغَيْرِهِ أَنَا لَمْ أَعُدْ أَسْحَا لِغَيْرِهِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَةً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتِنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلَكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ذكر الله عز وجل عبادة سهلة لينة ما يبيلها لا وقت ولا مال ولا شيء وجرد أنك تذكر الله عز وجل الحمد لله سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله هذا من ذكر الله عز وجل يقول أبو عثمان النهدي رحمه الله رحمة واسعة إني لأعلم حين يذكرني ربي أدري متيترني ربي فقيل له كيف ذلك شلون الله يذكرك فقال قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فإذا ذكرت الله ذكرني الله عز وجل عنده ذكر الله عز وجل ذكر الله عظيم جدا جدا ذكر الله عز وجل عظيم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الحديث العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم وَلَئِنْ ذَكَرَنِيْ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِيْ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ عز وجل فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِيْ وَلَئِنْ ذَكَرَنِيْ فِي مَلَئِهِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ أَفْضَلْ أَوْ أَعْلَمْ أَوْ أَعْظَمْ مِنْهِ يَذْكَرُكَ اللَّهَ عز وجل فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ ذكر الله عز وجل راحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك راطبا بذكر الله عز وجل اذكر الله عز وجل في مجلس من مجالس الذكر مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزأت عليهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده الله أكبر هذا هو ذكر الله عز وجل راحة وطمأنينة وكذلك هو طريقك إلى الجنة دائماً اللي يذكر الله عز وجل موفق في الدنيا والآخرة يعني في سنن النبي صلى الله عليه وسلم كلمات سهلة يسيرة تقول استغفر الله استغفر الله كلمات شفت هذه الكلمات هذه عظيمة عند الله عز وجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان تملأ الميزان تقول الحمد لله الحمد لله رب العالمين تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأني ما بين السماء والأرض كلمات عظيمة جداً وعلى فكرة هذه فائدة طيبة وهذه فائدة والله الحمد نراها كثير في رسائل واتساب في هذا الزمان لكن الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على سننه صلى الله عليه وسلم يحرص على سننه فمن سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الحمد لله في حال إذا جاء خبر يسره لكن هل يقول الحمد لله فقط لا في شيء ثاني يقوله وإذا جاءه خبر يسوء قال الحمد لله هل فقط الحمد لله لا كان يقول شيئا آخر غير ذلك فهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فما هي هذه السنة التي قد هجرها بعض الناس تابعونا بعد الفاصل يا مرحبا فيكم أخواني المشاهدين والمشاهدات فما زلنا في هذا البرنامج الشيق السعادة الحقيقية أسأل الله أن تكونوا من السعداء وأن تكونوا من المقبولين وأن يقبل الله عز وجل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الفضيل نعم فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أو وصله خبر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله عندك التجارة ما شاء الله ربحانا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقك الله بمولود الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات جتك ترقية الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من سننه العظيمة التي قد هجرها بعض الناس ولكنها في الآونة الأخيرة نراها قد ظهرت خاصة في الرسائل الواتساب وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي الحمد لله وحد يفرح لذلك وإذا جاءه خبر يسوءه فإنه يقول الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إن زين واحد يقول الحمد لله ما في بأس أبد تقول الحمد لله ما فيها بس تبدقول الحمد لله بنعمة تتم الصالحات اتبعت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبدقول الحمد لله على كل حال اتبعت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى تقول الحمد لله الحمد لله هم هذا بعد خير وبركة الحمد لله لكن لسانك على طول مشكلة اللي ما يذكر الله عز وجل مشكلة قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله ومثل الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت كمثل الحي والميت ودربالك يا اخوي يا أختي يا أخواني في الدواوين اذكر الله على طول لا تخلي مجلسك كل فلان وعلان وصار ما صار تجنب الغيب والنميمة اذكر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من المجلس التي لا يذكر فيها الله عز وجل إلا كان عليه تيره يوم القيامة حسر عليك يوم القيامة إذا ما ذكرت الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة أنت أنت كم مرة تستغفر الله عز وجل كم مرة تستغفر الله عز وجل الرسول كان سبعين مرة احرص على ذكر الله عز وجل وحط ببالك أنك راح تكون من المفلحين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فسبب من أسباب الفلاح ذكر الله عز وجل احرص على ذكر الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل بعض الناس يستحي يقول لي أخي أنا شلون قاعد بدوانية شلون استغفر لا تستحي لك العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين استغفر الله قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اذكر الله عز وجل في شيخ من المشايخ وهو قاعد يأكل ما بين كل لقمة استغفر الله استغفر الله يذكر الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل فكن من المستغفرين ومن الذاكرين الله كثيرا الذين عدى الله لهم مغفرة وأجرا عظيم احرص وكن من الذين اذكرون الله عز وجل لتكون من الصالحين ومن المفلحين ومن المقبولين أسأل الله العظيم أن نكون من المقبولين وأن نكون من الذاكرين الله كثيرا وأن تكون من الذاكرات أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وارحمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة